نظمت جامعة طنطا بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفر الهلاوي بمركز كفر الزيات أحد مراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1156 حالة من خلال 16 عيادة وتم صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان فضلا عن تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من ألف رأس ماشية وطيور